هل النظام القومي العربي يمثل خطرا على السعودية أم على إسرائيل؟ حقيقة لا يمثل لكن هو ثقافة توم هكذا ثقافة توم أنه خطر عليهم النظام الجمهوري البرلمانات المؤسسات ولا حدا وظهروا لك لما يبايعوا ملك سلاة بعد المغرب وجمعوا لك المساكنة والمشايق والشايبات والدراء والمدنين قالوا جواب بايعوا لا الله طال عمرك بايعوا لا مؤسسات لا نظام لا نظام داخلي لا قوانين لا أنظمة كيف علاقتكم فخامة الرئيس مع الرئيس السوري بشار الأسد؟ هل أنتم على تواصل؟ لا بشي على تواصل صراحة لكن تواصل بالقلوب نحن ندين كل ما يحصل في سوريا ونحن على علاقة مع الشعب السوري من مبكر لا علاقتنا بما يري ما بش عندنا إمكانية نستطيع أن نقدم دع للنظام في سوريا لو كان عندنا حدود وعندنا إمكانية لقدمنا له الدع لأنه نظام قومي عربي ما هو الخطار الآن الذي يواجه اليمن والوطن العربي بشكل عام؟ لا تخلوهم يدخل في الغوية في ميادين شوف هم الآن ينفذوا أجونده لحماية النظام الإسرائيلي كيف؟ هذا السؤال اشغلوا العراق اضربوا سوريا اعدوا اليمن اعدوا فلسطين في غزة في أي مكان اعدوا ليبيا اعدوا تونس حماية لإسرائيل طي ما نخلص يا أمريكان أنتم إسرائيل تعالوا ونطبعوا العلاقة نحن وانتم سكونا شغلتهم مع إسرائيل مع إسرائيل طبعوها مع العراق وستكووا شغلها لا عدوا تطلبوا تكتلونا واتدمروا العراق واتدمروا سوريا واتدمروا اليمن باسم النظام العربي والمال العربي بحينا نحن هم ينفذوا هذا المال الذي يضربنا في اليمن وفي العراق وفي سوريا هذا مال عربي تنفيذ للسياسة الأمريكية الإسرائيلية يا أخي خلينا نخلاص المتشددين على إسرائيل إسرائيل طبعوها ولكن معاوز كو شغلها لكن لا أمريكا رافضة هل ستقبل الشعوب العربية بهذا المال لا أعتقد بل أمريكا أصلها رافضة لأنها هي مخلية لإسرائيل هنا الفزاعة تحلب العرب حل شوفوا عليكم خطر من إسرائيل يلا اشتروا لكم كم طيارة أفس الطار اشتروا لكم كم شبح اشتروا اشتروا كم دبابة كلها مشتروا ما يصرش يقول لدي لي فلوس حطها في الجيب ولا حطها في البنك المركز أمريكا لم تعد تقول أو تتحدث عن إسرائيل هي تتحدث عن الخطر الإيراني الخطر بالنسبة للمملكة العربية السعودية الخطر الإيراني استبدلته أو استبدلت الخطر الإسرائيلي بالإيراني هذا طبع لأنه هذا أسلام أمريكا هي من جهة تعقد اتفاقيات مع إيران ومن جهة أخرى أيضا تحلب العرب؟ بقرة حلابة أنا كنت أقول وأنا في السلطة في بعض الأوقات تحولتنا إلى بقرون البقرة وغير يحلبوها المتنفذي والمنتفعي علي عبدالله صالح رئيس كل شيء في وجه كل شيء في ملأ بقى ماسك بقرون البقرة لكن أضرعها كح وهم يحلبوه طيب هل تتواصلون مع إيران؟ أبدا لما كنت في السلطة صح الآن مع من تتواصلون؟ أو من يتواصل معكم من القيادة أو من رؤساء العرب؟ أبدا لا أحد أبدا طيب فخمت الرئيس لكن لسنا معادل لإيران ليس هناك إداء لبدال وهي لا تمثل أي خطر على اليمن ولا تمثل أي خطر الخطر من لي بيضربها للمن السعودية أشفى إيران طيب فخمت الرئيس إلى جانب الحرب على اليمن واستهداف المنشآت واستهدافكم أيضا شخصيا هناك حرب أخرى باستهداف وسائل الإعلام الرافضة للغارة السعودية نعم تهدفوا قناة اليمن اليوم تهدفوها وقتلوا فيها قتلة وجرحها من الكادر يعني هذا يأتيه في إطار حرية الرأي والرأي الآخر في حرية الإعلام والصحافة والعمل المهني شف ليش قفلوا قناة اليمن اليوم في القناة الصناعية المصري ويتخلقك يا أخي العزيز يا سيادة المشير يا فخامة الرئيس نفتاح السيسي نحترمك ونقدرك ونقدر شعب مصر شعب مصر شقيق نقدم عشرات الآلات من الشهداء دفاعا عن الثورة والجمهورية والجرحة تقفل علينا القناة بناء على رغبة السعودية الله المستعار ثم وقفتم مع السيسي وقفت مع السيسي ورسلت له وفد وكاتبته ورسلت له أنه نبارك لك أطلع ولا يبقوا هلا المتطرفين هل كان هناك تواصل شخصي بينكم؟ لا شخصي لا لم يحدث لا تواصل حزبي طيب ما الذي تغير ما الذي حدث موقفكم منه كان واضحا يا أخي العزيز أنت حميت لي مصر اشتروا ضمائر العالم كله بالمال أخي ما مصر لكنا لها كل الاحتراب والشعب مصر بس أقول يا عرفتاه أستيزي الله المساعد تقفل علينا القناة ليش وحق المسيرة حق أنصار الله تقفلها ليش وهناك قنوات عربية أخرى وهناك قنوات عربية وهناك تشويش سيأتي اليوم الذي نتحاجش فيه وسأتي اليوم الذي نتفاهم فيه أنا بس أنا أستحيل للإخوان الذي ضمهم التحالف كيف سيقابلوا اليمنيين بعد أن تحالفوا مع نظام آل سعود لتدمير اليمن كيف سيقابلون طيب إلى جانب الاستهداف الإعلام هناك أيضا استهداف للآثار تاريخ اليمني من عبر الغارات السعودية قلعة أثرية ضخمة جدا في تعز وهي قلعة الكاهرة وأيضا قلعة باجل وقلعة باجل وقلعة كثيرة وزبيت زبيت مدينة تاريخية سمناك ضربوا في مارب الآثار براقش براقش ليش تضربوها لماذا هذا الاستهداف برأيك؟ لماذا استهداف الآثار؟ لأنه أنت يا أخي العزيز عندك هوية وعندك تراث وعندك تاريخ ونفس ما يحدث فخامة الرئيس في دول عربية أخرى من تنظيمات إرهابية مهما دمرته لكن أنت تاريخ أنت تاريخ اليمن تاريخ عشر حجار في القاهرة دمرهم أنا بنين مرتين ما تشكل مشكلة بس يدل على الحب والوفاء لليمن شوف كيف الحب ندمر آثاركم نقتلكم نقتل نساعكم نقتل أطفالكم نقتلهم كلكم ومع ذلك لن يحققوا أهداف حتى علي عبدالله صلى حتى علي عبدالله صلى لو ما في آلاف علي عبدالله صلى هل تتوقع هل تتوقع أن يتم استهدافك أو هل سينجحون في هذا الأمر؟ الله أعلم الحياة بيد الخالق عز وجل مش بأيديهم بالنسبة لنجريهم ونجريهم في الإمارات بيشتعتفه هذا كان هناك لقافة لنجريكم أحمد مع وزير الدفاع السعودي وهناك معلومات تحدثت عنه يا سلام ما دم نتعرش عليه أحمد طلب من هنا من صنعه من السعودية إلى السعودية وقلنا عسى فيها خير روح شو صنعه لهب إليهم ما تشتو قالوا حنا حطينا عليكم التحالف مع عبدالله منصور ولا خلال النسب قال لهم هذا غير وادة النقطة الثانية إحنا نجتي ما حتى يدخل عدن من القوات المسلحة ومن أنصار الله تصل بي من الرياض من عندهم قالوا لا حتى يدخل عدن قلنا مش الأمر بعيدين الأمر بعيد منهم في السلطة أنصار الله السلطة بعيدينهم قد دخلوا عدن والجيش هو في عدن المالي للسلطة المرتب والأكل والمشرب والكل منها السلطة قد دخلوا دخلوا عدن والأمر مش بعيدين قال قالوا ما بلا يشتوف توقفوا قلنا ما شاء الريمند كونترول العمر بعيدين أنصار الله هما الماسكين السلطة الآن لازم تعترفون أنهم ماسكين سلطة تعاملوا معهم قالوا مش وارد هذا والدخل حق عدن مش بعيدين بأيدي أنصار الله وانتهى اللقاء على هذا سعاد إلى الإمارات أنتم ظهرتم حينها بخطاب بلهجة حادة وهددتم ووضعتم خيارات أنه من هرب في 94 عبر البحر أو عبر أكثر من منفذ اليوم لم يعد لديهم غير منفذ واحد وأنا على حق أنتم شركاء أيضا في الدخول لعدن شركاء في التهديد وكان بإمكانكم أن توقفوا هذا الأمر لا لا مش في أضالع في الدخول أنه حاول لأنه بدأوا استعداء مؤحدات الأمن المركزي في عدن وإكساء كل الشماليين وطرتهم من المعسكرات طرتهم من المؤسسات طرتهم 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 هذا كلام انفصال فقلنا هؤلاء لن يكتف لهم النجاح أن ينجح برنامجهم بالإنفصال الذي كان تزعم علي سالم البيض في 94 ما تقدرون كيف علاقتكم مع علي سالم البيض لا تواصل لكن أنا أحترم على فكرة أحترم لأنه كان صاحب قراء هو شجاء جاء ووقع معي الوحدة كان جاء معي ووقع الوحدة وشجاء وقول له رأيه مش من جاء قادة له له رأيه له رأيه وأنا أحترم 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 ولا أه اختلفنا وتحاربنا في 4 سنة لكن أحترم رجل صاحب قراء هذا مسكن هذا الضابط هذا ما عم تلقراء ما يفهم شيء جاء والأخوان من سحبه جاء الحوثين سحبه جاء علي محسن سحبه جاء من جاء سحبه طيب لو عدنا إلى لقاء والأخوان السعودين على إطلاع على فكرهم على إطلاع هم يعترفوا أن هذا لا ينفع ولا ينفعهم إلا مخلقين لصورة في نهاية هذا اللقاء الوقت داهمنا ما هي الكلمة الأخيرة التي تقولها لليمنيين وأيضا لدول التحالف السعودي وللوطن العربي أنا أوجه هذا الكلمة في آخر هذا اللقاء إلى الشعب اليمني الصابر والصام والشجاع إلى الأطفال إلى النساء إلى الشيوخ إلى المقاتلين الذي يتسطون للهجمات العناصر المفصالية وقذائف وقنابل العدوان السعودي أوجه لهم التحية وألف وألف تحية لكم وأترحم على أسر على الشهداء وأتمنى للجرحة الشفاء العاجل والصبر الصبر مفتاح الفرج الصبر الصبر مفتاح الفرج سأصبروا فصابروا فتابروا فإن الله معكم الله سبحانه وتعالى معكم ماذا تقولون لسعودية ودول التحالف أطلب سعودية أن تعيد النظر في حساباتها لا تستطيع أن تزحزح مواطن يمني من على الجوار لا ذرة ولا آدمي ولا شجرة ولا حجرة أطلبها أن تعيد النظر مع قوة التحالف وأن توقف غارتها البربرية على الشعب اليمني وألف ألف تحية لمن وقف معنا من الدول العربية والخليجية والدول الصديقة ألف ألف تحية لمن وقف مع الشعب الليبني ويآزره في هذه المحنة التي يتعرضها إثر العدوان البربري السعودي شكرا فخامة الرئيس في الحقيقة هناك الكثير من القضايا والتفاصيل التاريخية التي نتمنى أن يسمح وقتكم لاحقا لنعرف الكثير من التفاصيل حولها شكرا لكم لقبول الدعوة والظهور معنا في قناة الميادين والشكرا أيضا لمشاهدين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة وإلى لقاءات أخرى من العاصمة اليمنية سبب